اهلا بكم معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن تحليل الدهون في الدم او الكوليسترول في الدم الكوليسترول اساسا دي مادة في جسمنا ليها دور كبير في تكوين الهرمونات وليها دور كمان في تكوين العسارة السفرة اللازمة للهضم لكن لما يزيد عن الحدود الطبيعية بتاعته بيكون ضر جدا بالجسم وبيعمل مشاكل كتير في الشرايين عموما وفي القلب خصوصا وممكن يعمل جلطات سواء جلطة في القلب او جلطة في المخ وكمان ممكن يسبب تصلب الشرايين امتى الدكتور يطلب منك ان انت تعمل تحليل دهون في الدم او كوليسترول في حاجات كده اسمها ريسك فاكتورز يعني عوامل مساعدة لو موجودة عندك ممكن الدكتور يطلب منك تحليل الدهون زي مثلا لو انت عندك سكر او عندك ضغط او بتدخن او وزنك زيادة او عندك سمنة او طريقة حياتك مفهاش حركة كتير او لو في تاريخ مرضي عندك في العيلة ان في ناس عندهم مشاكل في القلب او قصور في شرايين القلب او عندهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم كمان التقدم في السن كل ما السن يزيد بنشك اكتر في ارتفاع نسبة الكوليسترول ونحب نعمل ونتطمن على نسبة الكوليسترول في الدم التحليل ده عشان تعمله لازم تكون صايم من 10 ل 12 ساعة تكون صايم عن كل حاجة مع عدل مية بس لما تعمل التحليل بيطلع لك النتيجة بيكون في كزا عنصر في هذا التحليل اولا التوتا الكوليسترول معناه نسبة الكوليسترول كلها بعد كده بيفصل الكوليسترول ده الى انواع اولا HDL اللي هو high density lipoprotein وده بيسموه الكوليسترول المفيد للجسم لان ده المسؤول عن انه ينقل الكوليسترول من اجزاء الجسم ومن الشرايين الى الكبد ليتم التخلص منه فكل HDL اللي ده ما يعلى يبقى ده حاجة كويسة تاني حاجة LDL اللي هو low density lipoprotein وهو ده الكوليسترول الضار اللي الزيادة فيه بتسبب مشاكل في القلب وبتسبب جلطات وبتسبب تصلب شرايين فطبعا كل مزاد LDL بقت حاجة مش كويسة وفي بعض المعامل بتفصل شوية LDL فتجيب لك كمان عنصر اسمه VLDL اللي هو very low density lipoprotein ده برضه ضار كمان IDL اللي هو intermediate lipoprotein برضه ده تبع الكوليسترول الضار واخيرا فيه تريجليس رايتز اللي هي الدهون السلاسية ودي طبعا برضه ضارة لو زادت عن معدلها الطبيعي طيب ايه هي المعدلات الطبيعية لهذا التحليل التوتا الكوليسترول او الكوليسترول الكلي المفروض يكون اقل من 200 ده طبيعي من 200 ل 240 بنسميه borderline اللي هو بين البنين اللي هو خلاص قرى بيعلى اكتر من 240 ده يبقى خلاص عالي الHDL اللي هو الكوليسترول المفيد المفروض مايقلش عن 40 من 40 ل 60 بنقول borderline اكتر من 60 بنقول عليه انه عالي وطبعا هو كل ما يعلى يبقى كويس اما بالنسبة لل LDL اللي هو الكوليسترول الضار المفروض مايزدش عن 100 لو كان من 100 ل 160 بنقول عليه borderline اللي هو بين البنين لو اكتر من 160 بيبقى عالي واخيرا التريجليس رايتز او الدهون السلاسية المفروض تكون اقل من 150 من 150 ل200 ده borderline بين البنين برضو اكتر من 200 تبقى عالية طبعا القيم دي للشخص الطبيعي اللي هو شخص ما عندهش ضغط ولا سكر ولا امراض قلب ولا الحاجات اللي احنا قلنا عليها في البداية يبقى التحليل بتاعه ياخد على هذه القيم اللي احنا قلنا عليها لكن لو شخص عنده قصور في شرايين القلب او عنده ضغط او عنده سكر او عنده تصلب شرايين او عنده مشاكل تانية فاحنا بننزل بمستوى هذا الكوليسترول والLDL والدهون السلاسية الى مستويات اقل من كده بكتير تابعا للجايد لا ينزل اللي بتنزل وطبعا اللي عارف الكلام ده هو الطبيب المعالج للحالة وفي النهاية احب اسكركم اشتركوا في قناتنا واعمل لايك وشير شكرا لكم